سرطان الدم الحاد اللوكيميا ما هي اللوكيميا؟ اللوكيميا هو مرض يطلق على سرطان الدم أو سرطان النخاع العظمي ونظراً لأن النخاع العظمي يقوم بإنتاج خلايا الدم فهذا يعني أن اللوكيميا تنتج أثناء مرحلة تصنيع خلايا الدم وعادة ما تصيب اللوكيميا خلايا الدم البيضاء تصيب اللوكيميا الأشخاص منهم فوق سن الخامسة والخمسين ولكنها أيضاً نوع السرطان الشائع عند منهم أقل من سن الخامسة عشر عاماً فعادة في الشخص السليم تنشأ خلايا الدم في نخاع العظم كخلايا جذعية أي خلايا غير متخصصة لأي نوع ثم تنضج لاحقاً لتشكل أنواع مختلفة من خلايا الدم خلايا دم حمراء أو خلايا دم بيضاء أو صفائح وتنتقل إلى مجرى الدم أما في الشخص الذي يعاني من سرطان الدم يبدأ نخاع العظم بإنتاج العديد من خلايا الدم البيضاء الشاذة التي تدخل إلى مجرى الدم وتبدأ بمزاحمة خلايا الدم الطبيعية السليمة وتمنعها من القيام بوظائفها بالشكل الصحيح واللوكيميا أو سرطان الدم لها أنواع فمنها الحاد ومنها المزمن سرطان الدم الحاد أكيوت لوكيميا سرطان الدم الحاد ينمو وتفاقم بسرعة كبيرة جداً وقد يهدد الحياة لدرجة كبيرة ففي هذا النوع يبدأ نخاع العظم بإنتاج أعداد كبيرة من خلايا الدم البيضاء غير الناضجة والتي تدخل إلى مجرى الدم وهذه الخلايا غير الناضجة تعمل بسرعة على مزاحمة الخلايا الطبيعية في مجرى الدم ولا تقوم بوظيفتها في محاربة العدوى أو إيقاف النزيف أو منع حدوث فقر الدم ما يجعل الجسم ضعيفاً جداً وغير محصاً والنوعان الأكثر شيوعاً لسرطان الدم الحاد هما سرطان الدم اللينفاوي الحاد A-L-L سرطان الدم النخاعي الحاد A-M-L سرطان الدم المزمن Chronic leukemia هذا النوع يتطور ببطء واتفاق متدرجياً وتحتاج أعراضه لفترة طويلة قبل أن تبدأ بظهور وفي بعض الأحيان يتم تشخيص سرطان الدم المزمن من خلال الفحص الروتيني قبل حتى ظهور أي أعراض هذا لأن الخلايا السرطانية في هذه الحالة تكون ناضجة لدرجة كافية للقيام بوظائفها مثلها مثل خلايا الدم البيضاء الطبيعية والنوعان الأكثر شيوعاً لسرطان الدم المزمن سرطان الدم اللينفاوي المزمن C-L-L سرطان الدم النخاعي المزمن C-M-L أسباب سرطان الدم التعرض لمستويات عالية من الأشعة التعرض لأنواع معينة من أدويات العلاج الكيموي ترجمة نانسي قنقر